وصلت الشعلة الأولمبية لدورة ريض جانيرو أصيفية عام 2016 إلى مكتب الأمم المتحدة في جينيف يوم الجمعة بعد انتهاء عملية انتقالها داخل الأراضي اليونانية وحضر الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ هذا الحفل تعتبر جينيفا المحطة الأولى التي تسبق انطلاق تتابع الشعلة الأولمبية في البرازيل وألقى بن كيمون كلمة في الحفل استخدمت اللجنة الأولمبية دولية بعض الفعاليات الخاصة في هذا العام بما فيها مشاركة فريق لاجئين في منافسات دورة العب الأولمبية وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ التي يسمح فيها لرياضيين الذين تطر للحروب من بلادهم بتنافس على المايدالية الذهبية ويمكن لأبناء حولاء الرياضيين الممتازين يرون مشاركتهم في المنافسات ما سيجلب أملا لجميع اللاجئين وسينظر الأعلم إلى حولاء الرياضيين بصفتهم اللاجئين وقوتهم وهم أبطال مهم من كانوا فائزين أو لا ونرحب بمشاركة فريق لاجئين في المنافسات وصبض الأقصى جهود لتشجيعهم وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية تتمتعان بنفس القيم المتمثلة في التضامن والسلام مضيفا أن فريقا مكونا من اللاجئين سيتنافس مع الفرق من 206 دول ومنطقة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في مدينة ريو دي جانيرو بما يبث رسالة الأمل إلى جميع اللاجئين في العالم نتمنى أن يبث فريق اللاجئين هذا الرسالة الأمل إلى جميع اللاجئين في العالم لأن كيام التضامن والسلام الأولمبية أهم من أي وقت مضى في هذا العالم الحش هذا ومنح باخ في الحفل كأس الأولمبية الذي أسسه بيردي كوبرتان مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة عام 1906 للأمم المتحدة تقديرا للمساهمة الإيجابية والفعالة لمنظومة الأمم المتحدة في تطوير الحركة الأولمبية وتسلم بن كيمون كأس الأولمبية نيابة عن الأمم المتحدة